بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الطلبة سندرس في هذه الوحدة إحدى التطبيقات التكامل غير المحدد وذلك بحل بعض المعادلات التفاضلية البسيطة فوجدنا نحن في المحاضرة في الوحدة السابقة والوحدة الأخيرة نظرية هامة كانت تقول إن تكامل مشتق دالة أن التكامل والمشتق عمليتان وتعاكستان فإن المشتق تأكل التكامل ويطلع معاي الدالة FX زائد سابق بالاعتماد على هذه النظرية يمكنني أن أحل بعض المعادلات التفاضلية البسيطة السؤال كمثال على ذلك أو كالتطبيق عليها يأتينا السؤال بالشكل التالي حل المعادلة التفاضلية F شرط X يساوي 6X تربيع زائد X-5 تحت الشرط أي المحققة للشرط F0 يساوي 2 إذن هذه طلبين الطلب الأول حل الطلب الثاني المحقق للشرط إذن هذا هو الطلب الثاني حل المعادلة يعني عندك هون الدالة المشتقة أريد أن أحصل منها على الدالة الأصلية أي أن ألغي عملية الاشتقاق إن الذي يلغي لي عملية الاشتقاق هي عملية مكاملة لأن التكامل بيأكل مشتق فنحصل عليه ولذلك أأتي إلى الطلب الأول لحل المعادلة التفاضلية وأقول لنكامل الطرفين لنكامل الطرفين فإذا كاملنا الطرفين تكامل F فتحة X بدي X يساوي إلى تكامل 6X تربيع زائد X نائس 5 بدي X حسب الخواص إن التكامل يمكن توزيعه للأول وللثاني وللثالث والثابت يمكن إخراجه خارج رمز التكامل فنحصل على هذا يساوي إلى 6 تكامل X تربيع بدي X زائد تكامل X بدي X سالب 5 بتكامل دي X لكن تكامل X تربيع حسب خاصة القوة هي X3 على 3 هذه X3 على 3 6 تكامل X1 أيضا على قاعدة القوة هي X2 على 2 نائس 5 تكامل الدي X شهير هو X زائد سابت التكامل الستة تختصر مع ثلاثة بتطلع معي اثنين ونصف X تربيع سالب 5X زائد سابت إذن هذا هو الجزء الأول وهو حل المعادلة المحققة حل المعادلة التفاضلي إذن كلمة حل المعادلة تعني إلغاء عملية مشتق إذن فحصلنا في السابق على أن F في الـ X أصبحت معي بالشكل التالي يساوي إلى 2X تكعيب زائد نصف X تربيع نائس 5X زائد سابت إذن هذا هو الحل الآن نأتي إلى الطلب الثاني الشرط المعطى الشرط المعطى هو هذا الشرط F عند الصفر يساوي 2 ماذا يعني F عند الصفر؟ يعني نحن دائما وأبدا نعلم أن F عند الـ X فما هنا ذكر لي كلمة X إنما ذكر لي صفر إذن X هي هنا في هذا التمرين هي صفر فأذهب إلى الحل وأعوض في هذا الحل عن كل X بقيمة صفر فنحصل على F صفر يساوي 2 صفر للتكعيب بدل هذا X حطيت صفر بدل هذا X سأضع صفر وبدل هذا X سأضع صفر فحصلنا صفر للتكعيب زائد نصف صفر للتربيع نائس 5 بصفر زائد سابت لكن 2 ضرب صفر للتكعيب صفر زائد نصف ضرب صفر هي صفر 5 ضرب صفر هي صفر زائد C إذن كل هذا المجموع هو العدد C من جهة ثانية إن F عند الصفر الموجود في الطرف الأيسر هو عطينيها F عند الصفر يساوي 2 فنضع 2 إذن من هنا أحصل على أن C تساوي 2 إذن فحددت قيمة السابت أذهب في هذه القيمة إلى الحل وأضع بدل C بالعدد 2 ويكون الحل المطلوب وهذا الحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر